سأل النبي عليه الصلاة والسلام أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله نداً وهو خلقك هذا أعظم الذنوب تجعل لله ند وهو الذي خلقك يعني ما عرفت شكراً هذه النعمة من الذي خلقك الله كيف تشكر غيره كيف تعبد غيره قلت ذم أي قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك يقتل ولده مخافة أن يشاركه في طعامه من الذي يرزقك من الذي يعطيك الرزق ويسوقه لك الله جل وعلا الرزق لا يساق لك بأن على قوتك فكم من نفس أقوى منك ما سيق على الرزق ولا على ذكائك فكم من نفس أذكى منك وأعرف ومع ذلك ما عاشت في الفقر الذي يسوق لك الرزق هو الله جل وعلا ما من دابة إلا على الله رزقها سبحانه وتعالى يرزق كل شيء كما قال عليه الصلاة والسلام لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لا رزقكم كما يرزقوا الطير وتغدوا خماصا وروحوا بطانا الطير ضعيف صغير يذهب جائع بطنه خاوي من الطعام ثم يرزقه الله عز وجل فيعود إلى فراخه ومعه طعام لأنه توكل على الله حق التوكل فأنت لماذا تخاف من الفقر أو الجوع وغير ذلك هذا من أعظم الذنوب أن يقتل ولده مخافة أن يطعم معه ترجمة نانسي قنقر